بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم بنبدأ إن شاء الله تدريبات على chapter 1 و chapter 2 grammar اللي هو present و past لما نقول present يعني simple present و present progressive و لما نقول past نقول simple past و past progressive طبعا بنات حق فرع فرع الرياض ولا أرسل لي هذي من المس أعطتهم يا بس ما شرحت بنبدأ فيه إن شاء الله حكم فيه إن شاء الله شرح يعني كثير نماذج بإذن الله بس هذي نفتتع فيه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب من البداية أقول لكم ارجعوا يعني يبدو أنه simple present present progressive الناس يعني زبطت ويشتغلنا عليه كثير الناس عندها مشكلة مو بال simple past بال past progressive الماضي المستمر فأنا شرحت chapter 2 وشرحته وحطيته على القناة في اليوتيوب ارجع اسمه على القسم الخاص بال past progressive الماضي المستمر بتستفيد وبتحلي كثير مشاكل طيب بسم الله الرحمن الرحيم اختر اختر الإجابة أو من الجدل هذا وعبي الفراغات طيب اه ولا حاضر مثلا بعدين فيه اشارة بت بتخليك يعني هل هو مستمر ولا مش مستمر عرفت يعني ما يكون فيه سالفة تدل على ذلك يا بالسياق يا كلمة مغينة الحين هنا جاب لك today today يعني اليوم صح today يعني كأنه اشعرك انه حاضر صح طيب فانت مطف النور فشفت انها تدي قلت اليوم خلاص تروح تجد تلاقي لك حضول الله اللي هم بالحاضر بس ما انتبهت لأيرليار يعني باكرا اليوم باكرا اليوم ايش تخليك يعني يعني كأنه هو الحين المساء وجالس يقول لك ايصار اليوم بدري يعني يعني باكرا يعني صارت ماضي بالنسبة صح هو اليوم بس داخل تقسيمات اليوم بتكون من فترة العشاء بتتكلم عن العصر هذا ماضي صار بالنسبة لك فكلمة ايرليار خلتك هنا انه تنتبه انه ماضي هذه السالفة ثم تيجي تحدد مين السبجكت ومين الفيرب وهذا لا تنسى هذا سؤال صيغة سؤال دائما فلما تقول صيغة سؤال فتيجي اداة الاستفهام هنا وبعدها يجي الفعل وبعدين السبجكت هذا الـ والفعل هنا جاي انجي اذا انجي خلاص لازم تختار فعلي الكون ما يصلح تختار هذول لازم تختارهم كلهم كلهم بعدين يجي موضوع الزمن من انه صار في ايرليار بدري صار يعني يكلمك عن الماضي فلازم تختار خلاص راحة الحاضر هذا امو ازوار صفت خياراتك بين وازو وير ثم ترجع تقول سبلينجز هذي يور سبلينجز هذي هذي جمع تصلح منها مع مين وير اذا تقوم يا بطل تختار وتحط وير هنا وتقول لماذا هذي سبلينجز هذي سبلينجز هذي الحين من طول بشرح بعض الاشياء بس بعدين الامور تصير ان شاء الله اسرع لقد ايوه فمن رقم 2 رقم اثنين برضو هذي سؤال الحين هنا جابلك اداة الاستفهام واي اللي هنا الوه يعني اللي يبدأ بوه بوه اذا ما اذا صار سؤال اذا صار سؤال يعني لازم تختار كل هذي الاشياء تقدر تختارها مع هذا هذي ما يصلحها رفت اللي اذا اجي الفعل هنا فهن هذا كله مرشح اذا قدو ودز ودد وكذا وكذا يجي هنا طيب الحين باقي عليك شلون تستثني شوف هذا السبجك ما قلنا هنا السبجك يجي هذا الفرب بس شفت الفعل هنا ما في اين جيم ايش تروح تستثني كور ربع الام والاز والار والواز خلصت عليهم خلصت عليهم كلهم هذولا كذا راحوا وهذه سنة صار خيارك منحصر لا هنا صار خيارك منحصر مع مين دز ودد باقي عليك شو يا بطل سالفتين تقول اذا ماضي خلاص دد وانت مغمض ما اده همك اذا حاضر يصير لازم تنتبه دولة حسب السبجكت السبجكت حددوا هذا واحد صح؟ بعدين الحين قلني عني هذا السبجكت كمل يعرف عن السياسة الجديدة حقه المكتبة العامة سؤال عام صح؟ سؤال عام هذا مش متعلق بالزمن اذا داز افريوان دايش اخترنا داز لانه افريوان مفرد تمام رقم ثلاثة نشيل هذي سموكينغ نط بيرمتد ان ديس فلايت التدخين غير مسموح به هذا عام كلام عام صح؟ لما اقولك كلام عام شو يعني؟ ثورا نحب سمبل بريزن صح؟ سموكينغ نط بيرمتد ان ديس فلايت اذا لما تقول سمبل بريزن وهنا جاي نط نط نفي يعني فهذولا كلهم يجوا هنا بس انت ما في شي يدلك على الماضي فتقومتها مين تستثني؟ تستثني حقات الماضي اول شيء واز ووير تستثنها وتستثنها هاي لانا نحتاج فعل لانه ما في كل جملة لازمها فعل سموكينغ مالو اشبو ونط هنا لا ما تيجي نط لوحدة لازم نختار شيء لازم نختار شيء لاز نط ولا دو نط ولا ام نط ولا از نط ولا ار نط ام ما في ما عندي اي راحت سموكينغ هذا مفرد راحت الار تمام؟ ظل دو و داز و از هذا طيب سموكينغ هنا ما في بعدها فعل ما في فعل هنا لو في فعل عادي جو و كذا بدخل انا داز ولا دو عشان ما اقدر امفي الفعل العادي الا طبعا بشرط ما يكون في آين جي لانه بجيب الفعل الكون فالفعل المحتاجه انا هنا هو فعل الكون إز فبقول اسموكينغ اسموكينغ ليس مسموحا به على الطائرة في هذه الرحلة اسموك كلام عام برضو صارت يعني سمبل بريزنت اي ابسلوتلي رفيوز تو تيك بارت ان ايثينغ الليقل انا تماما ارفض اني اشترك في اي شيء غير قانوني تقوم انت تبدأ نفس العاملين هذا الفاعل ابسلوتلي هذا ادفيرب جا كده تخش عرض تقدر تحذفوه دائمي الادفيرب تقدر تحذفوه ما عندك اي مشكلة فيك تحذفو كده اي بعدين وين الفعل رفيوز هذا الفعل انا ارفض طب صار عندي سبجكت سبجكت و وفيرب موجود حقه مو بحاطط اللي انجي لو حاطط اللي انجي كان يقول لي روح جيب اس ولا ام ولا ار ولا واز ولا وير وانتبه للزمن هذا برضو ايش جملة ما فيها شيء ما هناك اقصى شيء منات مين تختار تختار هذي الدائرة اللي نظن يعني الرمز هذا ما يحتاج ليش لانه كله موجودة اي ابسلوتلي رفيوز انا ارفض اني اشترك في اي شيء غير قانوني ما تحتاج شيء سؤال جاك سؤال هنا اذا هنا لازم ايش تبدأ تبدأ بهم كلهم هذولا ما عدا هذا وهنا يور بيرنس يور بيرنس انتبه يور هذي ما تتركز عليه تتركز زي هنا مثلا يور سيبلينغز هذا ملكية تتركز علي بعدها بيرنس هذا جمع اذا لما حطينا جمع هنا مين راح معك بيرنس بس تطول بالك لازم تكمل لازم تكمل خلاص احنا عشان نتعلمها انو كمل قراءة كلش عرفت انا انا احيانا انسى نفسي فاشتغل بعقلية المدرس ما اشتغل بعقلية الطالب كمل القراءة يور بيرنس او وير اوف ذا نيكتف والديك عارفين الاثار السلبية لا الاعاب الفيديو عندما اشتريتم لما تشوف وين حاطي لك يا في نهاية الكلام ولا في بداية الكلام روح ادرس مع بعدها هذا سبجكت وهذا فيرب الفيرب يسأل نفسك حاضر ولا ماضي هذا وش و بوت هذا ماضي ايش الحاضر منه باي صح باي هذا الحاضر منه خلاص اذا الجزء الثاني ماضي هنا فهو كأنه حط لك انه هذي كل هالجملة في الماضي عرفت التوازن الزمن اذا هنا ماضي فلازم هنا فالان تروح تبحث عن حقات الماضي مين حقات الماضي دد واز ووير هذو الحقات الماضي طيب مين تختار ما تحط دد الا اذا كان في فعل عادي هنا هنا شوف يور بيرنس او وير او وير هذه صفة او ويروف صفة وما في فعل عادي لحد هنا ما في فعل عادي مثل باي هنا اذا جاي يصفة بعده ففيها الحالة انت تستخدم فعل الكون لو كان في فعل عادي تنزل دد يعني بقول لك دد يو جو تمام فهنا لا فراح هذا الخيار انتهينا منه مين ظل عندي واز و وير مين تختار تشوف السبجكت يور بيرنس هذا جمع تختار وير فصارت الجملة وير يور بيرنس او وير هل كان والديك فهمانين عارفين من الاثار السلبية للالعاب الفيديو لما اشتريتهم هم كان عارفين طيب نروح تمام شفتاني المحاكمات العقلية الان تأخذ وقت طويل بعدين تصير انت سريع فيها ان شاء الله ستة هي تيل يو اباوت ذا بروبلم شي هاد وذا برينتر يسري برضي سؤال جميل نرجع نقول وين السبجكت هذا هو السبجك شي تيل هذا فعل عادي بعدها بس يكون في فعل عادي ما في اين جي تروح كل حقات مين هذولا كل هن تروح نفعل كون خلاص صير تشتغل عمين على هذول دو دز وديد دو دز هذا حاضر وديد ماضي طيب باقي عليك الان شو خطوة تعرف زمن الجملة عشان تختار تبقى دد ولا دو دز تكمل هي تيل يو اباوت ذا بروبلم شي هاد طلعت لك اول علامة ماضي شي هاد وذا برينتر يستردي اذا ماضي هذا كله قاعد اسألك عن الماضي انا فمين تختار فوق دد فتقول ديد شي تيل يو لاحظ كل شي بالبداية تحطه كابية اللتر من الحين اقول لك ها يعني هذا تروح تكتبه ما تطف النور تكتب كذا ديد اذا بتكتب انت اذا بيختارو لك ما مشكلة خيار على الكمبيوتر تقول ديد هيجيبو لك ها هي ديد شي تاليو اباوت ذا بروبلم شي هاد هل اخبرتك عن المشكلة التي مرت بها مع الطابعة بالامس ويد ذا برينتر التي واجهتها مع الطابعة بالامس حلو حلو الكلام حلو الكلام سعودي اريبيا ايوه بحرين هذي حقيقة علمية بس تقلنا لك حقيقة علمية لان السعودية اكبر من البحرين مين تروح تختار simple present يعني تلغي لي كل شي ماضي فوق كل شي ماضي was where did تلغي كله باقي عليك تحدد انه انا بدي دوداز ما هو سؤال هذا حتى اختار دوداز فباقي بس عندي امو از ار خلاص سعود اريبيا كم واحد واحد اذا از سعود اريبيا بحرين هي اكبر من كثيرا من البحرين حلو جينا هنا هذي اشارة استفهام هنا نبه سؤال وين السبجيكت هذ هو بعده في فعل عادي ما في فعل عادي اذا ما احتاج احتاج افعال الكون علي الان افعال الكون اقول ماضي ولا مضارع منهم بختار دور هنا از ات اولوز صني ان الرياض يس وي ريرلي هافرين ما في اي اشارة عن الماضي كلام عام هل الجو هل هي دائما في شمس في الرياض اي حريقة دائما في الرياض ايوا وي ريرلي هافرين الله المستعمى يعني بالنادر تايجين امطار معناه تختار افعال كون حقه الحاضر از وام وار طيب السبجيكت ات مين يروح مع ات عمتك از وهذه از فتروح انت تجيب وتحطك ابتال لتر از صارت از ات اولوز صني ان الرياض فهمت كيف السؤال ايوا حريقة دائما في الرياض تسعة most children not usually like not usually like not usually like not usually like ما يصير تنفيه not usually like صح؟ usually جاي بين not والفعل ولا تحط هنا بدون ما نتطلع حين باقي عن الزمن هنا نقول الحين ما تقدر تنفي الفعل العادي بدون فعل كون ولو حطيت فعل كون لازم تضيف له انجي طيب هذا ما في انجي معناته لغيت هنا كل افعال الكون مين تروح تجيب دز و دو و دد عليك تحدد الزمن هل هنا في اشارة للماضي؟ ما في اشارة للماضي اذا انحصر اجابة بين دو و دز طيب مين يحدد؟ ارجع الى السبجكت most children هذا الا واحد ولا جماعة؟ جماعة اذا تختار مين؟ دز ولا دو؟ دو عشان جمعه فتقول most children do not usually like to eat healthy fish بس معظم هذي حقيقة علمية معظم مش حقيقة علمية يعني كلام معروف معظم الاطفال ما يحبون يأكلون الخضار الصحية يأكلون شبس هبا هبا ما لها هبا نفس الشي هذي لفوق هبا 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 ما تقول هبا not is not يأما هبا does not يأما هبا did not يأما هبا was not بس هذول الخيارات مين عليك تحدد؟ بعد ما عرفت انه هنا باقي سالفتين تقول في فعل عادي زي هذا لايك ما في كمل in ما في فعل عادي لحد هنا عند وين توقف ما انه بعدين شغل وين هنا هذه الجملة لحد هنا ما فيها فعل عادي اذا ما فيها العادي ما احتاج does احتاج افعال كون افعال كون عندي am is was where ماضي وحاضر باقي علي سالفة كلهم باقي علي سالفة ثانية r هي مع الجمع هذا ما هو r و i مع am مع i وهذا ما هو i فطارت من عندك مين طيّرت انت am و are والطيّر محهم where لانه نلجمع مين بقى عندك بس بقى عندك is was شفت شلون العملية is was is was اثنين ينقبلون باقي مين تحديد الزمن فيش يدلك على الماضي دائما تفكر بالماضي قبل الحاضر ايه والله فيه شوف when i arrived لما وصلت اليوم اذا جالس حد لك عنه مو اليوم لما وصل اليوم يعني اليوم هو جالس في العشاء يقول لك لما وصلت اليوم خلاص لما تشوف بعدها ماضي يعني صار بالماضي يتكلم لك جالس يكلمك عن الماضي فترجع حين تحطه ماضي فشو تقول هبا واز يعني لم تكن هبا في الفصل لما وصلت اليوم ما عدد انه بك ستشوف اليوم تصير تقول لي حاضر حاضر انتبه هنا لانه داخل اليوم فيه تقسيمات هو الحين وصل فلما وصل يقول لك ما كانت موجودة شفت حتى بالعرض تقول ما كانت هبا وازن تناول كلاس روم مني فانت انتبه على الكلوز هذا الكلوز تبعه وين لما يجيب علىها ماضي هنا ترجع هنا يصير عندك ماضي موب دائما يعني في هذه الحالة تجينا حالات بعدين بس اغلب الظن حلو يلا ماش بعد العنود مشاعل خلاص العنود ان مشاعل هذا جمع حط لك عطف لك هذا على هذا انتبه خلاص ماناته هنا عشان تبدأ من الان يعني وانت ماشي بتبدأ تفكر بهذا الاشياء قام قل لك وقل لك يا سلام بس حط لك يعني يقول لك جيب افعال كون لا تجيب حلو عندك فورا ترميها برا لعنه هنا ما عندك وترمي بعد لانه عندك جمع الفعل مين يظل عندك عندك صح باقي عليك تقول يلا وش الزمن كمل برضو نفس الشي مع وين لما اجت لما رجعت امهم على الغرفة ما كانوا عاملين انها تختار ار ولا وير وير ما كانوا ما كانوا ما كانوا يجالسات يعمل الواجب لما امهم وصلت على البيت الشباب والشابات حلو 12 they not offer مرة ثانية they subject وجاب لك فعل عادي وما حط لك انجي مين هنا تطير تطير جماعة الافعال كون كلهم على مين تبدأ تشتغل على do و does و did بعدين يتناظر subject حقي جمع مين تشطب تشطب مين تشطب does باقي الان خلاص اثنين يقبلون مع ذي يروحون باقي الان تعرف الزمن نقول كمل offer to help their mother while she was حط لك while she was حط لك while وحط لك هنا ماضي القسم الثاني يعني شو الان يقول لك ارجع نحنا يتكلم عن الماضي فويش تختار did they did not offer to help their mother while she was do winged dishes ما عرضوا على يعني ما تبرعن الانسات يساعدين امهن لما كانت تخسر الصعود جاسات ضيفات طي ثلاثة عش she هذا سؤال she passed the reading ايه وحلو تبدأ من اول تمسكه she هذا subject وهذا الفعل بعدها بس يجي لك هنا subject وفعل وما في معاين جي تطير جماعة ال was والام والار كله هذا على مين تبدأ تشتغل على did و does و do مرة ثانية الحين هذي شي لما قلت شي مين تطير من هنا did و does لا did و do لا تطير بس did بس والله انا اخبط والله انا اخبط تطير do لانه هذي حاضر الحاضر ما يمشي معش she تختار does و she برضو تاخد did فمين الحين صار المفاضلة بين مين بين did و does شلون تفصل كمل شوف في شي يدلك على الماضي ايه والله في last week هذي هو فانت تروح مين تاخد يا بطل تاخد did السريع did she pass the reading mid time last week نجحت هي ten من التاريخ من التاريخ حق الماضي السبوع الماضي ولا جابة العيد طيب اربعطاش we trying شوف اذين ايه في اشياء انت مغمض كدا we try to listen طب هذا السبجكت وهذا فعل في ing مين تختار مع we مين اللي يروح مع we يروح معها are و where باقي عليك شو تحدد الزمن نكمل بحاولة لتسمع النابات لكني كان بحاولة واز ميكينج إذا نرجع هنا حط مين نحن نتوقع كنا جالسين نحاول نسمع للأخبار لكن صرعتنا أختي هيا أزعجتنا ما قدرنا نسمع معظم النباتات حدد فورا على السريع مفرد ولا جمع بعدين الفعل هذا موجود ما في نفي هنا ما حط لي نط وفي فعل هنا وما في ING طب أنا ما أحتاج شي معناته كله مضبوط معظم النباتات تحتاج الماء وشعة السمس حتى تنمو فهذه حقيقة علمية إذن هنا ميش نختار ما نختار شي ما في شي في نل يعني نل لا شيء ليش لأنه موجود الأشياء والفعل موجود ما نحتاج له شيء كذا كذا إلى آخر ولا هو بنفي ولا حطي له ING فمرنا تمام طيب هنا نتابع complete the sentences with a simple past form أكمل الجمل باستخدام صيغة simple past form يعني صيغة لكن مات of regular verbs أيها في الأفعال الشاذة الأفعال الشاذة اللي ما تنتهي ب-ED يعني اللي خالفة القاعدة use each word one time only استخدم الفعل لمرة واحدة فقط شو قال لك spelling كاونس رح حسبوك على لـ spelling على الهجاء يعني الكتابة طيب طيب خلينا أقول لكم أولا معاني هذا الأفعال اللي هنا مطلوبة عندك sting يعني يلسع steel يسرق become يصبح lie هذه وهذا لي أظهر يبغى لأنتباه lie تيجي معنى يكذب تيجي معنى يستلقي لي تيجي معنى يلقي أو يضع شيئا تيجي معنى يضع بيضة إلى عدة معاني حسب السياق shake يهوز meet يقابل lead يقود choose يختار هير يسمع لند يقرض forgive يسامح تير يمزق يمزق ورقة يعني هذه بنها يلقي يضع شيئا على الأرض spin يلف sink يغمر يغطس يعني يدخل في الموية كده طيب نبدأ أول جملة سماح in bed for a long time after she took her medicine because it made her feel sleepy طيب يعني in bed شوف in bed في السرير قبل شوي يقولنا مثلا يستلقي أو يلقي يضع شيئا يعني معاني الثاني هذه إذا كنت عارفها إيش يعني في السرير يختار في السرير يلف في السرير يغمر في السرير يعني شفت كيف يعني لازم يكون عارف معاني هذه الكلمات حتى تستطيع أولا أو لا فعل تستطيع أنك تختار الفعل الصحيح طيب هنا واضح أنه يعني سماح تستلقي في السرير طيب إحنا بدنا أن ننتبه الأسالفة يعني اختيار ثم الزمن يعني فدائما نقرأ الجملة للآخر ثم نبحث يعني عن أشياء تدلنا على زمن الجملة يعني هل هي حاضر ولا ماضي هذا بالدرجة الأولى بعدين حاضر مستمر ولا ماضي مستمر ولا حاضر بسيط ولا ماضي بسيط تقسيمات الزمن هذه حينا لما توصلنا عند أفتر 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 وتتمر بعدها تمشي يعني هنا الشطر الحق أفتر هنا حتلاقي أنه قالتك الماضي من تيك إذا هذا صار الشطر الثاني ماضي فهذا الشطر الأول لما تكون في أفتر وين واس ونآز وكذا فالشطر الأول يكون ماضي برضو فإحنا هنختار لاي هذا ونعمله ماضي طيب هنا عندنا الصراحة يعني هذا الفعل شوية نقول خطير لأنه يبدل شكله ثم المعنى إذا كان معناه يستلقي إلو تصريف إذا كان معناه يكذب إلو تصريف طيب أنا شلون الحين بعرف هذا الأشياء أول شيء لازم تحفظ وإذا ما تحافظ تروح تبحث أولا تروح تبحث عن المعنى تكتب في جوجل هنا مثلا تقول meaning meaning of lie تضغط أول شيء يطلع لك دائما جوجل مساوي دك شينرية يطلع لك المعنى هنا عشان تفتح كل شيء يخص هذا الفعل انزل هنا اضغط على translations and more definitions ترجمات وتعاريف أكثر هنا يفتح لك كل شيء لازم أول أنت تعرف أنت تتعامل مع أي فعل أنت بتتعامل مع فعل يستلقي ولا يكذب فتروح على المعنى الأول هنا شو يقول لك over person or animal be in or assume horizontal or resting position أجل هنا يعني يتكلم عن الفعل لما يكون معناه يستلقي ممتاز أنا هذا اللي أبغى الحين تنظر فوق هنا يعطيك تصاريف الفعل فيقول لك الفعل هو lie إذا حطيت له is يصير كده إذا بتجيبه بالماضي البسيط past things كده إذا بتجيبه مع ing هكذا بصير إذا بتجيبه بالتصريف الثالث يصير كده فأعطاك تصاريفه وأنت تبغى أي فعل يستلقي لأنه ممكن يكون معناها يكذب فلو نزلت هنا فيقول لك طبعاً هنا يقول لك الاسم تستعرض هذه المعاني كلها هنا لسه ما جاناش معنا هنا هنا شوف نزلنا هنا فجاب لك الاسم إنت ما تبغى الاسم معنى هنا يعني صار معناها كبه انت تبغى الفعل فالفعل هنا شو يقول لك تنزل يقول لك till a lie or lies فهو يقول لك يعني يكذب يعني till a lie هي شو قلنا lie هو هنا شو قل لك lie هنا الاسم يعني جاب لك الاسم شرح لك الاسم فأعطى عليها مثال بالفعل إنه يعني كلام غير حقيقي مقصود كلام غير الواقع يعني يكذب ورجع هنا أصرف لك إياه ما أقل لك هذا الفعل إذا حطيت له اس كده وإذا سويت وباستنس سيصير كده light شفت الفرق هنا كيف هنا light وهنا lay انتبه لهم مرة هذولا مرة 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 ولما نصير عندي يلقي يعني يضع شيء على الأرض يضع شيء على الأرض بنشرح بنرجع هنا إن شاء الله فإحنا نروح نكمل وين نحن أيوة ننزل هنا ماشين كويس فصار أنا عندي هذا الفعل خليني أبغى أكتب إذن إلى حين شو صار عندي صار عندي هذا الفعل أبغى أصرفه قلنا إذا كان معناها أكتبهن هنا أكتبهن طيب لاي بمعنى يستلقي الماضي منها هو إيش لي أعمال كده مخطط هو شيء لاي يستلقي نحطه كده بعدين يجيب نقول سهم الماضي منها لي هذا الماضي البسيط نصري في الثاني ترى ما تكلم تشريف الثالث أحنا نقول ماضي بسيط سيمبل باست يعني تمام حطينا هنا إذا لاي بمعنى يستلقي تعطيني ماضي بسيط لي طيب الحين عندي لاي بمعنى لاي بمعنى لاي بمعنى يكذب إيش الماضي حقها لاي بمعنى شوفنا قبل شوي زي ما هو بتحط له اي دي بس تحط له دي إذا تبغى ما هو اي دي تحط له دي لايت كذبة إذا يستلقي لاي استلقى يكذب صارت هذه لايت لما نوصل لعند لاي هذا بدنا نرجع نرتبهم كمان عشان تشوف الصورة مكتملة إذا شو صار الخيار هنا سماح لي استلقت سماح في السرير لفترة طويلة بعدما تناولت دواءها لأنه جعلها تشعر بالنعاس هذا تأثير الدواء تمام فاخترنا لي حسنا نمشي الحين نروح على رقم اثنين طيب نتابع نقرأ اثنين ايش تقول اثنين اي ليلة طيب يعني انت دائما حاول تفهم باقية الجملة عشان تشوفوا ايش الانسب طالما انك عرفت المعاني اللي هنا ف ليلة لما كنت ادرس اللغة الانجليزية في المدرسة او في الكلية سكول تجي مرة كلية ومرة مدرسة من سنتين حلو يعني هذه لو جيت هنا استعرضت هذه معاني الافعال هتلاقي هي ميت يعني قابلت ليلة قابلت او التقيت بليلة لما كنت ادرس اللغة الانجليزية طيب ميت ايش الماضي من ميت طبعا ما ارجع كل شوية اروح اعيدلكم العملية يعني هنا انت نفس الشيء لو جيت تحطيت هذا القامس مفتوح انت طبعا تكتب هنا ولا هنا فتح لك لو كتبت ميت وضغطت يعطيك مباشرة نشوف مباشرة اعطاك اياها وعطاك هنا تصاريفها فدائما بس تتكد انه هي المعنى المطلوب لانه هذا انجليزي انجليزي فهنا الباستنس هي مت فانت عليك ترجع وتحط هنا طالما عرفت انه هذا هو المطلوب فتقول مت اي مت التقيت ليلة لما كنت ادرس في الكلية من سنتين مت طيب قضينا نصغر الخط اي مت اذا صار عندي هنا فعليا صار الحين رايحات هي لاي هذه قلنا هي لي صح صارت كده طيب جملة الثالثة فاليوم الاول في الجامعة فاليوم الاول في الجامعة واحد من المعنى نحن لتحطينا واننا جميعا نتبع هنا طيب اول يوم من الجامعة صار واحدة من مدرساتنا اص يعني احنا الى الفصل واننا جميعا نتبع هنا واننا كلنا مشينا وراها يعني هنا هي هنا تاخذ ليد يعني قادتنا لفصل وجهتنا ليد هذه برضو لازم تعرف اللي هي ليد هذا الماضي منها هذه امور يعني الافعال الغير نظامية لازم احفظ لازم تحفظها وتحفظ تصاريفها كلما تدربت اكثر زي كده على ووركشيت ولا كويزز تبدأ تزيد يعني مفرداتك او افعال اللي هي عندك لما تجدس تتكرر عندك ان شاء الله صير يعني ثريت حصيلتك مع الايام وصير يعني تميزها لكن الامور ما تيجي كده يعني بضغط الزر يعني يحتاج لها وقت طيب صار عندنا كده ثلاث افعال رايحات يعني نحط علينا خطوط هذا وهذا وهذا اربعة الاطفال حتى داخل الاطفال حتى داخل اللي هي يعني هذو لف قبل شوقتكم هذو معنا اللف الماضي من لف او يلوف الماضي منها سبان تمام سبان حتى انا بعد ده شكيت ما اندي مش كده بروح بالحين على السريع احطه كده يعني واحد معرضا ينسى فانقول له تأكد سبين اضغط كده هذا شوفها باستن سبان يعني على السريع ما شو الحال في ذاكرة لسه جيدة عندي اه معرض اني انسى طبعا شو معرضا نسى تصاريف الافعال اذا ما مارستها وطبيعي جدا سألني يقول لي حافظ كل الافعال لا من يحافظ كل الافعال حافظ كمية يعني لا بأس فيها بس اني لما كده احتاج فلابد اني اروح القاموس يعني فطبيعي جدا للقاموس وصدقوني الان انتم يا شباب ترى الحمدالله انتم بخير ايامنا ما كان عندنا قواميس الكترونية ايامنا كان عندنا القواميس الورقية يعني القاموس حجم كبير لما تقعد تلف وتفتح فيه تاخذ فترة حتى توصل له نحين ضغطة زر يعني وانك موصل دي نعمة يعني طيب وهذا راح رقم اربع ابي هذه نحلة خلاص قبل شو يقولكم يلسى ابي مي اون ماي هاند وايل اي واز ووركين يعني لسعتني اللحنة وانا جالس اشتغل في الحديقة ستينك ستينك برضو هي كمان الماضي وهو برضو بروح بتاكد ما عندي مشكلة ها ستينك وش هو ستينك ستينك نشوف هذا طاني الاسم اول شي لانه يقول لك ناون فانا ما امغن الاسم اروح للفعل ستينك شو يقول لك ستينك ستانك هذا الماضي طبعا اتاكد من المعنى انه ايوه وخز هذا هو تمام فشفت كيف الامور السري فهنا نيجي نقول ستينك ستينك ونروح ونشطب هذا برضو يعني انا امشي فين اخمن طبعا انت ممكن تفر في الاختبار تشوف ايش اللي متأكد منه اكثر شي وتحطه بعدين ترجع على مهلك تشتغل بالبقية يريد ان نرى الامور الصباح رقم ستة ليه مدد textile لما رميت حجر في البحرة ايش صار? ايش صار غرق صح الماضي فين سنك جمج مدد distress الماضي فين سنك كم جمج هذا الاشي اجمد it sank to the bottom نشوف هذي اشي العلم هذي الواحد نيدا اسمها نيدا ولا ندع نيدا حاطيني نيدا ask me for ولا نيدا ask me for some tape after she accidentally نيدا هذي طلبت مني شريط لاصق after she accidentally يعني بشكل غير مقصود accidentally شو عملت a page out of here notebook صفحة من دفترها مزقت صح تير ايش الماضي من تير ترى تير تيجي معنى دمعة وبتيجي يدمع العين تدمع وبتيجي معنى يمزق شوفها فلنت ذرحت القاموس فتحتها تلاقي ماشي فتنتبه التصريف صير يختلف احنا نبغى يمزق يمزق هي كذا بعد ان مزقت صفحة من غير قصد بكتابها ولا دفترها حلو رقم ثمانية ايام ذري قلاد وهذا راح خلاص نروحه وصار عندنا راح العين سينك وتير رقم ثمانية ايام ذري قلاد انا سعيد جداً انه امي عملت شغلة هنالية بعد ما كسرت لها المزهرية حقتها الاسبوع الماضي كسرت المزهرية الاسبوع الماضي فهو سعيد او مو زهلاً سعيد مناته سامحته هذا هو سامحته الماضي من forgive forgive الماضي من forgive 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 ونفس لو جاء give كذا يعطي الماضي من give اعطى هي نفسها forgive يعني انا سعيد ان امي سامحتني لان بعد ما كسرت المزهرية لها الاسبوع الماضي او مبسوط انه معني ما عاقبته جميل جداً خذوا لها هذي سكرينشوت لاني بمسح وانتقي لفوق وصلنا ثمانية ايام خلصنا منها تسعة as soon as جمانا allowed crash she turned on the tv to watch the news as soon as لمن جمانا ضجة كبيرة صوت كبير فتحت التلفزيون عشان تشوف الاخبار شو ضج يعني سمعت صح سمعت انا عندي فعل سمع ايو هذا هو here الماضي من here هي heard ما تقول لنظامي ما في ايدي بالاخير هيرت بس ضفنا الدي هذا الماضي منها تصريف الثاني نفس الشي لو حبيت تروح تأكد تروح تعمل نفس الحركة هذه اللي انا بعملها كل شوي وتكتب هنا في هذا الصندوق here ثم تضغط ثم تتأكد انك تتعامل مع الفعل يسمع شوف هنا هيرت والماضي والتصريف الثالث هيرت بيجيكم تصريف الثالث مع الحاضر التام ما توصل لشابتر شابتر فور في القرامر اذا انا كده تأكدت جميل جدا الحين ما له الرئيس كلماته بعناية لما كان جالس يخطب بالناس كلماته بعناي يعني ايش شوفه اقدل عندي ضل عندي هذا راح هذا راح هذا راح هذا راح هذا لا هذا 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 راح هذا راح هذا راح ضل عندي يختار ويهز ويصبح ويسرق او يضع كده ما سرق يختار اختار اختار كلماته بعناية نقول الرئيس تشوز سوق الماضي من تشوز تشوز شوفوا الاختلاف كانت دبل او دبل او دبل او كانت دبل او اس اي صارت او واحدة تشوز تتأكد منها كمان لما تروح هنا تكتب تشوز كده الماضي تشوز هذي الماضي تشوز نرجع جيد نتأكد جيد نتأكد طيب تشوز 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 شوف شوك نتأكد خلنا تأكد يلا هيك يهز او يخض فهذه الشيك وتيجي يصافح لو قال shake hands فهذا الماضي هو الشوك طيب جميل جدا معناته احنا امورنا طيبة انا صرت تحافظ الافعال البقية طيب هنا I my earphones to Aya and I am still waiting for her to return them انا السماعات حقتي لآية وبعد انتظر انها تردهم انا اعرض لان كان في عندي فوق lind يقرض فالماضي منها تصريف الثاني هذا هو lint 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 ايوه نتأكد نتأكد خلنا نتأكد احسن فهنا نكتب lint كذا ونضغط فجالس قال لي lint كذا lint lint الماضي هذا البسيط lint والثالث كمان lint lint حلو ذاكرتي لا بأس lint تمام lint 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 يستلقي وهذا يستلقي ويكذب وهذا يضع شيئا فنبغان يروح نتطمن انه احنا ما نسينا فتروح تحط هنا تحط شيئا على الارض ولا على سطح المكتب ولا شيئا تضع ارضا يعني فتشوف الماضي lint انتبه له هذا فتروح هنا تقوم تحط تقول lint هذا الماضي اخيرا حطيت راسي على المخد بعد يوم طويل انشاق حطيت راسي على المخد lint فننتبه قبل شوي فوق اول ما بدأنا كتبنا هذا شو هو يعني لم يكون يستلقي لم يكون يكذب الحين هذا هذا جاء هذا هو هذا شوف هذا تطع مهان كل ما مشينا هذا تكلم عنه هذا خلصنا فوق اول واحدة سماح هنا صار هذا تذكرون هذا الماضي من يستلقي هو هذا هو هذا والله يسار استلقت صار هذا 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 يعني هذا هو الماضي من يستلقي أنا استلقت الحين يضع صار الماضي حقه ايش نرجع هذا بنشيل هذه طبعا ننزل كمان شوية عشاني صفه زين هنصف همزين هنا ولا ولط كده شنسوي الكذاب تطلب تنزل معنا اذا اذا شفت شف الماضي هنا شلون يعني هذا الماضي حقه لما يكون يستلقي هيك استلقى وهذا لما يكون يلقي او يضع شيء على الارض بصير كذا وهذا لما يكون يكذب يصير عندك هكذا كذا حط الان اسهم وهنا شو يقول بالعربي فوق هم كذبة ماضي هنا استلقى ماضي صار عندك تصور الحين من نفس الفعل شو نعرف السياق اذا يتكلم جالس يكذب ولا جالس يستلقي وهذا نحط هنا بعد ونحط هنا ايش هذا نقول هذا يضع ارضا يضع ارضا يضع يضع ارضا انشأت ارضا يعني على سطح على شي يضع في اللي هو وضعت البلد في السرير وحطيت الكتاب على الطاولة عرفت هذا المعنى مصل طيب السرق مالذي سرق أول بس سرق البنك عشان بس ألف دولار سرق السارق أو اللص ألف دولار أو أكثر من ألف دولار من البنك ضيعت عمرك عشان ألف دولار طيب ستول الماضي ستول ستيل الماضي منها ستول هذا التصريف الثاني باقي عندي لميس دوكتور أفتر شي ستول ميديسن فور سيفر يوز ظل عندي بكم فوق الماضي من بكم بك أصبحت أصبحت طبيبة شاء الله كلكم تصبع دكاترة أصبحت طبيبة أصبحت دكتيرة أحاول لميس أصبحت طبيبة بعد درست الطب لعدة سنوات أي إذن هذه كذا الأفعال كلها و تابعون حطا هنا أصغر وأكتب لكم مياهم كلهم دفعة واحدة صير اللي يبقى ياخذ سكرين شوت للصفحة كلها خلينا نعمل كده بالله يلا خمسطة شهذا هنا صارت ثاني يجي هنا نحط مع السريع اللي ميت لد سبن ستنغ سنك الماضي من سنك تور الماضي من تير فور فور كيف الماضي من فوركيف هيرد الماضي من هير شوز الماضي من شوز نشوف النطق كيف وشوك الماضي من شيك خضت هزت ولنت الماضي من لند يقرض وهذا الليد وضعته رأسي على المخدة هذا الفعل السيء وستول سرقة ولميس بيكيم كده تمامي شباب هذا حل لكم طبعا ما يعني ما شعرت اني افدتكم هنا كثيرا يمكن لشغل كيف تشيك القاموس اما يعني هذي اشياء سهلة يعني ما بس انك تعرف معاني الافعال تقدر ترتبهم شوية معاني الجملياني ترتب على بعضهم يلا ننتقل للتمرين اللي بعد باقي شي الله الله لازم نسرعي شوي عشان نخلص لكم اياه هذا الكوز باقي 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 بيعطيكم والله طيب اذا نبغى نسرع شوي طيب الموهوب هذا الفنان الموهوب اه بكتر اف صم خلني اعطيكم المعاني هنا سوم يسبح رايز يرتفع رايت يكتب درينك يشرب ايت يأكل كاتش يلتقط درو يرسم يفقد يرسل شط يغلق الفنان الموهوب هذا شو قبل شوي رسم صح السريع فنقول نقول رسم درو كده كتابت رسم رسم صورة للجبال والبحيرة وحطها في المعرض تيتشر دور بفور شي ستارت شو اغلقت صح شط مثل ما هي شط 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 زي ما هي شط بنان وين تو بوست اصراحة على المكتب البريد و بعض عشان ترسل صح و أرسلت بعض الهدايا لا قاربها في الأمريكا جمال ايواء ذفلو من أخوه جمال انعدى بالزكام من أخوه كوت يعني التقط العدو بسموه كوت كوت هذا مصطلح كوت ذفلو التقط شوف كوت كاتش كوت كاتش هي كوت طيب بعد ما خلصت الاختبار سوت حنان من مقعدها وعطت وسلمت الورقة للمعلمة حنان روز فروم يعني قامت قامت احنا قلنا هناك هي ارتفع تيجي معنا ارتفع بس حسب السياق سنتختار المعنى المناسب روز فروم هير سيت يعني قامت من مقعدها وراحت ديما اش عملت ديما تو ايجز انا ابل انا تشيز ساندش فبرا حضر جلس حضر الفطور بيضتين وتفاحة ساندش جبنة شوف عندي ايت اكلت ما شاء الله شوف ايت ايت هذا الماضي ايت واكلت بيضتين وا 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 وكل على الفطور سبعة سبعة لنحط خطوط منها هذا راحت هذا راحت هذا راحت هذا راحت هذا راحت وهذ راحت وهذ راحت عشان انظرك شوين تطلع عليهم مي دوتر مي دوتر مي دوتر واس كراي بيكوز شي لوس تهير فضيعت كانت تبكي ليه عشان ضيعت لوس ضيعت الفيفورت اللعبة المفضلة عندها وبعدين نصر نحن ندور عليها وما لقينا اوار تيش راحت كتبت كتبت روت روت كتبت جملة على السبورة وسألتنا وين الفعل the athlete هذا الرياضي يعني سوام يعني سبح سوام هذا الماضي سوام من طرف البركة للطرف الثاني في دقيقة ونص سريع محمد ايوه شرب كاسة مية درانك شرب درانك 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 شرب حب الدوى شرب وراه مية هذ هما تمام نروح بعد يا سلام بعد يا سلام شف شايف شلون يجيب لك هذه اللي شفت شلون انتحنوك فيها تبهولها طيب كمان هو ناخذ المعاني ليه قلنا يستلقي يستلقي ياخذ وضعي يعني وتيجي عفكرة يضع بيضا لو تستخدم مع الحيوانات تبهولها مع الدجاج ولكذا تضع بيضة تبيض يعني سوير يقسم ويف ينسج سويب يمسح سبريد ينشر رايد يركب بايت يعض سلايد ينزلق شوت يطلق النار ودرو يرسم رجع جاب لا طيب ممكن تكون يرسم وممكن تكون يسحب هذا معنى ثاني عشان يعني نحين أقول لكم يلا بسم الله نبدأ نقول هوا ذوز بيوتوفل سلك كاربت ذات يو بوت اويك اقو تكلم عن السلك كاربت صح اللي السجادات الحرير من السجادات الحرير الجميلات هذول اللي استريت يوم اسبوع الماضي هذول هنا قد شوي قلنا ويف ينسج ينسج يغزل كل هذي المعاني يعني تيجي ف الماضي منها هذي هو هو ووف من اللي نسج هذول السجادات يقول النسج السجاد والله نسيت شو في العرب يقول ينسج سجادة ترجم يا مترجمين طيب عن ال در لما راحة هذه نروح رجل عجوز ووقع وصقط على الممر اللي كان عليه موية بعد ما انطرت امس الظهر شو كذا ووقع تزحلك صح نقول تزحلك سلايد سلايد هذي يعني يعني يزحلك على الارض ووقع المسكين فش الماضي من سلايد الماضي منها خذ عندك سلد سلد أنفل سلد أنفل انزلق وسقط راحة تسلد بادي نشوف الحين سامي بادي على الماضي في الماضي في الماضي في الماضي على ظهر الفيل انت شو تسوي على ظهر الفيل ركبت يعني فرايد فرايد هي ايش رود رود انذا على ظهر الفيل ركب على ظهر الفيل لما كان بالهند الاجاز اللي راحت الماضي منها الرود راحت هنحط اللي راحو السلد هذي راحت ورايد راحت حلو 200 years ago deadly diseases deadly diseases من 200 سنة الامراض المميتة deadly diseases شو ما لها very quickly in large cities يعني انتشرت صح انتشرت spread طيب هذي spread هذا زي اذا تذكرون قبل شوي لما قلنا لكم في افعال بتظل تحافظ على نفسها نفس نفس الشكل زي ريد بس حيانا النطق هنا ما في نفس النطق ونفس الشكل الحمدلله فهي spread بالظلق spread ضلت مثل ما هي لكن ماضي شلون نعرف تعرف نسيا جاوس كلمك هنا عن شو قلق من سنتين طيب مي كوزن زعلي مي ونذلي يستردي شو سوالي امس but it didn't hear me very much هذا ابن عمي علي شو عمل لرجلي امس ولكنها ما وجعتني كثير في عندك هنا اطلق يطلق النار معقول او عضو عضو نقول عضو لان يبدو انه طبع انت لو ما عرفت تنزل تحت تشوف يعني هذا هانتر شوفها هذا هون يطلق النار على ال بقن هنا قل لك مندقية فالرجال اه 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 بن عمو عضة زينة لكن قل لك الحمدلله معا جد سليمة كيف الماضي بت بايت بت كذا وافن اضحك من اضحك من هذه انا اشتقرونا هاذي هيفةgery هايفا انا من السرعة قرأت هايفا هايفا مع الاحترام لكل اسمعهم هايفا انا اسم جميل جدا بس قلت من السرعة وقلت شو هايفا قمت ضحكت هايفا هايفا يعني the floors clean the floors clean خلاص نظفت يعني هذي سويب يمسح ولا يكنس فنختار هي طيب شو الماضي من سويب يا حزركم سويبت الماضي سويبت هكذا تكتب سويبت مساحة الارضية ونظفتها وغسلتها بالصابون والماء السبوع الماضي بنتي اللي عمرها ثلاث سنوات شو عملت؟ بيكترز ونهير بجرو مولها هذي رسمت معنات مو سحبت معنات ورسمت هنا درو خلاص لنا نعرف وكرر مرتين ليش؟ The young man to tell the truth in front of the judge in the court room yesterday الشاب هذا أقسم أقسم على إخبار الحقيقة أمام القاضي في المحكمة سوير سوير شلون تكتبوها؟ سوور كذا تحط مر معنا قبل شوي قبل شوي معنا زيتور نفس المعنى سوور كذا أقسم على إخبار الحقيقة ظل عندي مين؟ ظل عندي شوت؟ هذا يطلق وعند هذا المنحوس The hunter شلون الشوت كذا ماضي أطلق أطلق النار على حيوانات بالبندقية ولكنه بس أصاب واحد آخر شي هذا Our instructor هذي مدرستنا Lay hair books in the disk and then walk to the smart board شون نقول حطت حطت Lay يعني ألقت hair books on the disk حطت كتبها على المكتب ومشت باتجاه السبور الذكي هذا هي كذا إن شاء الله نكون وفقنا في تبسيط هذه الأمور وبعد إن شاء الله الفترة هذه وين رحت يا أخي؟ الفترة الجاية بننزل كثير من الكوزات إن شاء الله حتى إنه يعني اللي عنده شوية مشاكل في هذا الشابتر يلحق إن شاء الله يلا موفقين نراكم على خير السلام عليكم موسيقى